سبحان الله ربنا له حكم في حاجات كتيرة قوي يعني ممكن يبقى فيه ممثل عمل أدوار كتير ومر عادي يعني ممكن تكون موقفتش عنده قوي بدقة شديدة يعني أو يحصل مرة واحدة أنه هو يعمل دور فينور على كل اللي فات والناس تقول إيه 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 ده إيه الودي الرائع ده الله ينهر ربي الدولة كأنه بيمثل بقاله مئة سنة هو بيمثل بقاله شوية بس هي عبنا بيسلط الضوء في أوقات هو باختياره هو الوحد فلما تبص على مثلا شنهابي في تحت الوصاية شنهابي هو أحمد عبد الحميد ابننا برضو كلنا وأبوه ده ابننا برضو كلنا وحفيدنا يعني أعتبر لكن وجودك في المسلسل ده خلى ناس كتيرة يمكن ما كانتش لقطك قوي في الأدوار اللي قبل كده لكن بتادي تقول الله إيه الممثل ده هو مين ده وما له متمكن كده هو ما له بسيط وسهل كده هو ما له داخل جوه الكاركتر قوي كده فأثرت تأثير كبير جدا عند الناس وحبوك جدا رغم أنهم كانوا واخدين منك اللوش الأول كشخصية قول للناس مين أحمد عبد الحميد يعني أولا يا سعدي يا هنايا أن أنا موجود معك يا ده النهار ده يا حبيبي يعني حاجة كده زي ما بيقوله تشيكليست يعني يا حبيبي قال كان نفسي تحصل من زمان والحمد لله أن ربنا أراد أنها تحصل الحمد لله نحن كنا عايزينك السنة اللي فاتت في جزيرة غمام بس شوف ربنا برضو التوقيتات بتاعته هو صح أيوة دايما ترتيب ربنا هو أحسن حاجة يعني الحمد لله طبعا أنا أحمد عبد الحميد ممثل يعني بحاول أبقى ممثل درست تمثيل بحب التمثيل منه أنا صغير جدا يعني من أول أنا اختبرت الإحساس ده أول مرة أنا عندي ثمان سنين وما كنتش عندي المعلومة أن أنا هكون بحب حاجة زي كده بس من قبلها كان فيه بوادر فكرة أن أنا مش راسي على حاجة أنت نفسك تطلع يا أحمد لما تكبر دكتور تاني يوم نفسك تطلع يا أحمد لما تكبر حرامي تاني يوم نفسك تطلع يا أحمد لما تكبر كل يوم بعالفا الواد دا مش عالف هو عايز دي وشكله حيتبهدلنا معا فلما اختبرت الإحساس ده أتأكدت أن دي أحلى حاجة ممكن تحصل في الدنيا ليا يعني فكرة أن أنا هي دي الحاجة اللي هتوفر لي إحساس أن أنا أشتغل شغلانات كتير قوي في شغلانة واحدة أيوه وأعيش شخصيات كتير قوي وتجارب وخبرات لناس تانية أنا مش هقدر عيشها لو مشيت في الخط الدرامي بتاعي للقاعد طب خليني بس أقول أنه أحمد طبعا ابن عائلة فنية عموما يعني فالوالد هو من أهم المكيورات في الوسط الفني محمد عبد الحميد حبيبي ربنا يقومه بألف سلامة يا رب والأم حنان عادل هي كانت اشتغلت في قبل حكمة دمير قبل حكمة وحاجات زي البرلمان الصغير والحاجات دي لكن كمان كبير العيلة زعيم المكيورات محمد عشوب والعيلة دي ما هياش بتشتغل مكياج قد ما هم جوه نسيج العملية الفنية كلها إن كان إنتاج إن كان يعني أنواع كتيرة جدا نخليها متصلين ويعيش أحمد في الجو ده فطبيعي جدا أنه لما يقول عايزة بقى دكتور ده عشان حفظ أنه كده يعني العيل يتقال له عايزة دكتور أو ذعبت أو زي الودقر ابن اللي قال عايزة بقى كلبه بوليسي يعني حاجات كده حتى كان فيه واحدة على فيسبوك كاتب بيقول لو أنت كنت النهاردة اشتغلت الحاجات اللي وانت صغير قلت عليها يعني عايزة تكبر ايه حبيبي فلو أنت جايد فكل ناس قالت لا طبع ايه الهبل ده أنا كنت عايزة أطلع مش عارف مضيف طيران حاجات بعيد عن سكته خالص إنما الاختبار الحياة بيخليك تغير طموحاتك طول الوقت اللي الأحسن بس أنت كمان اهتمت بدراسة التمثيل في أمريكا مش كده ولعملت كورسات اه في المنتصف كده يعني هو في الأول أنا طبعا كنت عايزة أدخل معهد فنومة صرحية اه بعد ما خلصت الدراسة أنا كنت ايدي حاجة كده بريتش يعني دايو اه فطبعا والدي ووالدتي قالوا لي خلي موضوع المعهد ده بعد ما تخلص جامعة فدخلت دراست إعلام أول سنتين بس برضو حسيت هو قريب بس مفيش فين اللي أنا أحب وفين اللي أنا عايزه فبتديت أخد ورش تمثيل اه اه بتديت بورشة كده في الأول اه وأنا بخلصها المفروض بيددوا فأنا مش أقول اسمها يعني المفروض إن هم بيددوا للناس الفيدباك يعني لو أنت هتعمل إيه الفترة الجاية وكده فهتقال لي بمنتهى اللطفة كده يا بص يا أحمد انت اه تمام بس يعني ده ده مش كارك من الآخر يعني اه طبعا خدتها في قلبي اللي هو اللي هتب تقولي يا هكمل اه بعدها رحت خدت ورشة تانية اه بتعرف أقول اسامي الورش ولا ايه ايه خدت ورشة مع مروة جبريل اه اه جميلة خدت مع إيمان ولا لا خدت مع إيمان طبعا اه إيمان يونس طبعا ده هي اللي خلتنا ماعرف ننطق يعني تعرفيه دك في الوقت ايوة طبعا حقيقي صحيح بموت فيها وبحبها وبحب أسمعها قوي 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 بقى أحب أسمعها قوي ومع المصريين والأيام دي بحبها جدا اه اه عملت الوديشن كلمتني بعدها قالت لي ده محمد إيه بعيزة لوقتي حالا اه في شقة البروفات يعني يدع وروح وهم عايزينك معهم في الفيلم طبعا ببساطة جدا اه ودي كانت أول تجربة يعني بس أنا عايزك تعملي قفزة بقى سريعة اوكي الفرشة كده توديني لتحت الوصائل طبعا كملت ورش تمثيل هنا مع الناس كتير وأدوار بقى وكزيرة غمام وكاكابل جالي طايع وجالي هذا المساء مع أستاذ تامر محسن اه وبعد كده عملت عالم خفاية مع الزعيم العظيم وعادي الإمام ربنا يديله الصحة يا رب بحاجة النبي يا رب وبعد كده بقى جالي البرنس وفي نسل الأغراب في القاهرة كابل وطايع طايع اه طايع كان حاجة جميلة جدا في نسل الأغراب في القاهرة كابل وبعد كده جزيرة غمام تحت الوصائل تمام بس دي طبعا تحت الوصائل بالنسبالي كل الأدوار اللي اتعملت قبل كده يعني كانت يعني فيها مؤثرة بشكل ما بس برضو ما فيهاش المساحة اه اللي الواحد نفسه فيها تحت الوصائل لما جيه انا طبعا بسط جدا حسيت ان ربنا خصوصا ما كانش فيه شغل وخلاص رمضان يعني احنا في شهر 12 وانا ما فيش حاجة خالص بتيجي فحسيت بإحباط فربنا زي طبطب علي ولقيت تليفون بيجيلي أستاذ محمد شاكر عايزك في مسلسل تحت الوصائل طبعا يعني بعتولي طبعا الورق قريته بيجد هناولت وبعدها تكلموني قالوا لي انت معانا في المسلسل ودي حاجة من لنا أنا بحترم قول المخرجين اللي بيعملوا أوديشنس وبياخدوا منها ممثلين فعلا وما بيبقاش عندهم اللي هو انا ممكن اريسك بحد جديد اخاطر به بتاع انا شفت ان هو مناسب للموضوع هياخد الفرصة ومفيش مشكلة وابتدينا بقى ان احنا نحضر طبعا انا ما كانش عندي وقت كبير للتحضير يعني تقريبا اسبوع بس سفرت على طول اول ما قالولي انت معنا في المسلسل قبل ما امضي قبل ما اعمل اي حاجة قمت مسافر على ضميار على ضميار اه قمت لهم انا جاي بكرة هم كانوا هناك قرد هم كانوا بيعاينوا بيعاينوا اه اوكي بتقولهم انا جاي على ضميارات بكرة معاكم راشد ماليش دعوة لازم عيش قبل ما طبعا روحت انبهارت ايه العالم ده انا كل معلوماتي عن الصيد سنارة سنارة وطعم او الزرق الصغير ده واحد بيبني شبكة كده اه ومعرفش بالإمهات ازاي اصلا اه لا وبعدين عندك فوبيات كتير ما شاء الله اه دي حاجة اه انا عندي فوبيا كمان من السمك بقى فدي اول حاجة من السمك اه قلت انا عندي فوبيا من من السي من اي حاجة بحرية صحية يوب انت تعضيت لأ طول عمري انا بحب يعني مش عارف بحس دايما ايه نظرات مؤامرة منهم اه ان انا بحب انا بحب اكل السمك جدا اه بكل انواعه يعني حتى السوشي والكلام ده اللي هو انا بكل اكني فدايما بيجي لي هاجس كده او بانيك او حلم وانا نايم ان انا فيه سمك بيأكلني فيه سمك بيتعد عليها انا في البحر فما بنزلش حتى بحر فيه اه شو بهد سمك اه يعني افاكر مرة كنا بنعمل زي غطس كده اللي هو اسمه سنوركلين اه اول ما بصتت تحت رقيت بس اه تلت سمكات معدين كده ومت مسرخ ومسك في الحب وعادت اول حوني طلعوني وبتاهم ساعتها او انا ببانزلش بحر فيه اه سمك خالص يعني اخري او فروحت عملتش انهابي قلت هعمل ايه في القصة المنهلة دي ها هقول لهم ايه انا لو قتلهم بخاف من السمك هيقولوا ايه شو غالبش فرص عيدة جدا اه اه زي بتعرف طعوم طبعا طبعا انا بعرف طعوم انا بعرف طعوم كويس جدا ايو يعني وربنا يسطرها ويلهمني الصبر في ال والقوة في الله ومحمد شاكر خضير عارف الكلام لا كنت مخاف يعني ما كنتش قايل طبعا ما كنتش قايل وما كنتش قايل طبعا برضو يعني انا ما ما انشنتش الموضوع ما جبتش سيرته قلت خلينا ايه نشتغل كده وان شاء الله سعيطيح لها ألف حلاق بعدين قلت برضو ايه ممكن نشتغل في حاجة اسمها تركاج اللي هو بيبقى الحاجات مش حقيقية قوي فلما جينا كنا صورنا شوية واتدينا رحلات الصيد بقى الحقيقية احنا كنا بنيرمي الشبك ونلم واخر اليوم ونشوف ربنا بقى عطرزق ايه يعني وكده فأول مشهد نزل انا يعني يعني اعرف الاسكريبت على قد شوية سمك شوية جنبري بتاع يعني حاجة لقيت احنا تقريبا عدينا على عائلة اختبوت كانوا عادين بيتعشوا قمنا لمناهم بقى كلوهم والله فنزلوا كلوهم بقى كلوهم بقى اتفقيتها السغير والابن والجدة والخال كلوحد بيقرب وبيطلع علينا وكبوريا بقى صغيرة مش عارف تمسكها بتقرق فأنا بالنسبة لي ده ممكن حد تاني بمسك الحاجات دي ارقشها بس انا عندي اصلا مفوبيا من الموضوع ده وبنصور فبعمل فخلصنا للشوت حتى استاذة مونة زاكي جاءت لقيت لي احمد ملك في ايه قررت اعترف لها ايه اول حد قلت لها بصي انا عندي فوبيا مسسمك طبعا سريخ دحك وبعدها شاكر عارف استاذ شاكر طبعا عارف ان انا عندي فقال لي ما قلت ليش ليه قلت لي ما كنتش عاملت دور قال لي قال لي ده انا ناس كتير قوي اعتذرت عشان بتخاف من البحر طبع لحد اخر المسلسل خلاص وصلنا الاخر المسلسل كان كتير الفوبيا برافو علي قبل استنم قول ريس انا اشتغل معك على المركب واجبلك طائم كمان اشتغل لو هاوسل هتاخد مني كان زي زي الناس وانت اشغل على مركب دلوقتي ولا فاضل افضل اشتغل ايه على المركب بقون اللغة بحرية رقم واحد واشتغل اي حاجة على المركب بقصك المركب كم اعلي حاجة خمسة وفار ده انا اجيبلك وحوش البحر رجالة دي هتتلفى في حريق انا ما عنديش مانا اشتغل ايه حاجة على المركب بلاش عمرا بيا ما يسدش معانا لأ وبعدين اللي حواليك يعني العظيم رشدي الشامي حبيبي ربنا يا سيدي رشدي الصحة والسلامة يا حبيبي يا حبيبي قلبي لكن انت قدام مونة ورشدي الشامي وخالد لازم كنت حت حتما تصمد وحتما تقول اه لا وهو الميزة في العمل ده وعشان كده انا شايف ان ده احلى حاجة اه ومعظم اللي كانوا شغالين في المسلسل بيقولوا ده احلى مشروع هم اشتغلوا في حياتهم لان احنا كنا كلنا في مركب واحدة فكان في بينا جو ألفة وزمالة ويعني كل الناس متواضعة مع بعض وكل الناس ما بتبخلش على حد بنصيحة باي حاجة حلوة تتقال او اي دعم فالحقيقة طبعا استاذة مونة زكي اجمل حد قابلته في حياتي في الشغلانة بتاعتنا طب قديني مشاهد يا حمد اه مشاهد كصعبة ولا كمان اللي انت شايفه صعب اللي بتحبه اللي زكراه حلوة كده انا طبعا المشاهد اللي معلمه معايا جدا اول مشاهد صيد ده ده كان رعب رهيب يعني اعنك عم ربيع خاش زوّو زوّو زّجت معي يا عين زوّو زوّو اسحب معي اسحب معي تعال علي بعضة وحدة اسحب يا عم معي اسحب معي شير وقت اشترك في بقات واتشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه 99 قرش وبقات سنوية بتبدأ من 150 جنيه